هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة سكاتيك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سهاج باستثمارات تقدر بخمسة مليارات دولار ووفقا للاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح المقرر إنشاؤها في غرب سهاج خمسة جيجاوات من الكهرباء سنويا ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 وسوف يوفر المشروع نحو 8000 فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم